الكشك سدور فراخ زبادي دقيق ولبن كشك صعيدي بصل توم زيت ورق لورو حبهان ملح فلفل وكرات كل دوت في البوكيجرنية عندي هنا الفراخ بتغلي في الشربة عندي الكشك السيد اللي عم محمد جابه من مينيا نحطه في لبن ودي زبادي ودي دقيق ونشير الشاطة من هنا يبقى كده أول حاجة نعملها نحمر البصل بتاعنا عشان يطلع معايا كريسبي وجميل موسيقى 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 وعند شربة شغلة وعند شربة فيها كل العناصر الغذائية والتوابل والبوكي جرنيه وعند شربة ترش وعند شربة الكشك الصعيدي انا عندي كده الزبادي وقادي الدقيق انا عملت حبي التوم كده زي ما انتوا شايفين تاخد غلوة بس ونشوف هنعمل ليه في التوم اهي بص يا سي محمد ده التوم اللي انا حطيته خلاص خط الطعم بتاعه ماينفعش ان انا حطه كده عشان هيبقى وعلي كده انا خط الطاست بتاعه بدوب الكشك بتاعي يعني انا عايز احس بالحبيبات بتاعته عايز احس بالحبيبات بتاعته كده هنا ادي الدقيق نعم علم علمك على الله كله كده اهو هشوف برضو كده العزم بتاعه ايه ويغلي معايا غلوتين بس اه مش عايزه تقيل قوي ومش عايزه خفيف قوي موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة